السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكدرين أخوتي بخير كنت من كل شيكم بخير وعلى ما يرام شكرا لجميع المتابعين لهاد القناة المتواضعة ولهاد العبدالطاعف قبل ما نبدأ في الموضوع اللي جيت نخد فيه هذا النرى أخوتي المغربة كنشكركم على التفاعل ديالكم مع بعض الفيديوهات اللي كنقدم لكم باش نعمل فائدة الجميع وبغيت نطلب منكم أنكم تعاون المحتويات اللي كيهدروا على الأخلاق وعلى التربية الإسلامية بكتهز لك الشي باش يعني المجتمع منتشر فيه بزاف الفسق والزنديق والفساد رخسكم انتم ما تعاونوا الناس اللي كيهدروا على الأخلاق والتربية الإسلامية اللي بغيتون نبني وجيل صالح وانا لحت هذه القضية هادي في يوتيوب ديال المغرب للمحتويات ديال الفسق والزينة اللي السر ومن اللي مازوه زين الفق وهذا الشي يدر ما شي يوتيوب اللي كتديرو ره الناس ومن اللي كيديروه باش يوتيوب كترفع ديال الفيديو واد ديال الفسق والفساد والمجتمع كله كيفسد بالمناسبة باش نهدر على هاد الشي نيت ما كنتش غانهدر على هاد المرة هادي ما كنتش غانهدر عليها ولكن منين خرجات كتهدر بزاف ثمانابر إعلامية وكتطلب قال لك السماحة من المغرباء اضطريت باش نخرج نشرح لكم المشكلة اللي يوقع لها هاد السيدة هادي هاد ما جاء على لسانها هاد الشي اللي قالت داست ديجاف واحد لما نبر إعلامي في الأول وهدرات قلت لك بأننا بغت تعدد وهي بدرة ديالها ومسلمة هي بالفطرة وقلت لك أنا بغت تعدد رجل واحد ما كافينيش وقد دخلوك تخرج في الهدرات هاد السيدة هادي دو وخاتني ما عارفتش أنا منينشد هاد المرة هادي شوفوا الفقر وهاد الشي اللي جيت نقدر لكم أخوتي المغرباء قبل ما تخرجوا تسبوشي واحد وانا لا أشجع على أن الناس يخرجوا سبو الناس بعدياتهم القادفو السبب أنا ضد هاد الشي هذا إلا خرجتي تشرح لشي واحد تشرح له بطريقة سهلة وفسر له بأنك راك غالط باش كمع الله يعني تكون عنده أدن سغية ويرجع للطريق رجل المغربة كي سبوها هاد الشي اللي قالت ولكن هي شوف اللعبة اللي بغت تدير هي أصلا عندها إنشين وهذه الرسالة كان وجه لدوك العيالات اللي كيبغي ويوصلوا لشين ديالهم دغية باش ما كان يعني إلا ربي ما كتب لكش واحد الحجرة ما كتب هالكش وخطير تنتبق اسمم على الأرض قدي تبقى فقير طول حياتك إلا بغى الله يعطيك إن الله يرزقه من يشاء وبغيري حساب قد ترشقلوا على شي واحد كي يرزقه من يشاء هو حيث هو اللي خلقنا وخلق العالم خلق الجبال البحار هو اللي عارفش كل يغي يكون لباس عليه يعني فرقنا بعدكم عن بعد في الرزق كل واحده الرزق دياله الزوج كيكون في العش في الجبل وكيوصلوا الرزق دياله ما يمكن لكش تحدي القدرة ديالله سيداتي تنوجه لك هاد الرسالة والعيالات اللي كيبغي وسلوط غيافة في القانوات ديالهم ربي غرا غادي يرزقك إلا هو بغا إلا شاء من يشاء هو بغيري حساب بلا حساب يعطيك الفلوس يعطيك اللي بغي تي ربي هو اللي كي يعطيه ما تمشيش لعند واحد بشي هو يعاونك هو يرزقك البشر غير سابب البشر مشي هو اللي كي يعطيك البشر سابب وهدك البشر اللي هو سبب في الرزق ديالك انتا يا مثلا ربي هو اللي يسخرو لك را مشي غير ديتو الرسول يعني رشقت له جعاونك انتا را تغمضولو العينين ربي هو اللي يسخر لك هادك سيد باش غادي عاونك مثلا مشي هو مثلا اختارك من دون عباد الله غير هاك كاكل را ربي اللي يسخر لك هادك سيد وخي يكون قلبوك حلو وخي يكون هو ما كيدير الله خير لولو سبحان الله العادم غا ترشق له غير عليك وغا تدير فيك الخير انتا يا ابو حدك من دون عباد الله لاش لان الله سبحانه وتعالى هو اللي يسخر لك ذاك سيد هادك هاد السيدة هادي مشات لوحد القناة كما عالله زعمت تبين القناة ديالها ولكن ذاك سيد هادك ديال 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 القناة حتى هو بغا يربح على ظهر ذاك السيدة هادي بغاية كالطريف ديال الخبز كما كان قولو وقال لها بروبوز عليها هاد الفكرة هادي قال لها نديروا هاد الفيديو قصارين ودك شي باش يدير البوز حتى الفيديو اللي يدرسي في اللول ما غايشوفوهش المغاربة شوف يعني هاد الناس كيفاش يفكر وخصني ندير انا للمغاربة واحد الفيديو محيد حوا يجي ولا سكران والسبو القدف مع المرأة ديالي باش أنا هاد المغاربة يبطرطاجي باش أنا الفيديو ديالي يطلع باش نربح منه الفلوس على حساب السمعة ديالي والشخصية ديالي شوف حال المسلمون فين وصلها عباد الله شوف فين وصلنا ولا لحتو قاع القانوات اللي عندهم اللي عندهم المشاهدة داك شي وما هادو كلي كيبينو البناس ديالهم عريانات العيالات ديالهم السبو القدفة هدر فيان هدر فيك هدك شي هدك هو اللي وكل في المغرب داك شي باش قلنا لكم المجتمع كله فسد في نهاية الماطف وخدرت هدك الفيديو هدك اللي بروبوز عليها اللي قل هدك السيد هدك ديال دياليك القانات باش تا هو يعني طلعولو لي واش تشيشيشي مصيرف داك الفيديو هدك داك الشي هدك ما طلعلوش ما كانش في المشاهدة بزاف وتندم عالحالو خرجاتك طلب المسامحة من المغرب قلت لهم هو اللي قل يا يعني هدو العذر هده غير يعني مقبول منك لاش اول حاجة حتنتي يا ماجور انسانة راشيدة وماشي غير ماجور انتي انسانة راشيدة قاع في الرشد اللي هي قاع لان انتي انسانة كبيرة راشي في تلاتين عام مرأة بعقلك وخرجتي وقد قل لي ذيك الهدراء هاديك واش نحن كاللعبو واش هتشي فيه اللعبة تخرج انت في الانترنت تقول واحد الهدراء ويسمعوك الناس الجيران وحبابك وعائلتك وراجلك طيح تلقي ما دياله مسكين من رغتها فتراب راح شو ما عيبو عار وقد قلوا وسمحوا لي المغاربة سمحوا لي انا راني غلط احنا غير كنا نضحكو واش المرأة اللي فيتا ثلاثين عامو بالدراء ديالها ومسلمة هي مسلمة عباد الله وعربية وقد تخرج كتقول كنا بغي التعدد وانا خصني انا الراجل اللي خصني خصي يكون راجل وخصي مش يقلت لحيا هديك مش يحشو ما شوف فينو وصلنا عباد الله على جنج دريال كاد الفقر ان يكون كفرا هاد الحديث هذا ضعيف ولكن انا بالنسبة لي هاد الحديث هذا ردته هاد السيدة هدي صحيح حيث مش حال من حديث كيكون ضعيف احنا في المغرب كردته صحيح انا غادي نفسر لكم اخوتيا المغربة باش تفهمو احنا مش حال من المرة في المغرب منينشي واحد كيتسدو عليه جميع البيبان كيقدر يوصل حتى للقفر كيقول لك فتالي رهر بما كينش قاع ما كينش الله فينا هو الله لما شفني شانايا كان تقطع انا فاقير الله مكاينش كيوصل للكفر دونك هو اللي كيرد هاد الحديث هاد صحيح بما كان هو ضعيف كاد الفقر وان يكون كفرا احنا في المغرب خسنا نوصله دغيا شنطا حال البروجي هاد نارخ سوغداي ولي مليونير دخل الخدمة هاد نارخ سوغداي شريطو نوبيل كل شي يعني خسنا نديروهم زروب وكل شي كنديروهم زروب الله يستر في المغرب الى لحتو هاد القضية هادي وخلص سبحانه وتعالى قال لك ان الله مع السابيرين اذا ساباروا ان الله مع السابيرين اذا ساباروا يعني خسك تصبر وتخدم على واحد الوبجيكتيف واحد لا دف الى بغيتي توصل لورا ما كان وصلوش دو جغلون دو ما كي يقولوا لي فخونسي من هاد النهار الغداء وانا لحت في المغرب كل شي خسو يوصل غير لحتو الشباب كلهم بغاو يحرقو البرا كل شي بغايب غيش ريطانوبيل كل شي كيقول لك الفيراري البورش كيهدرو غير على الكاملية وعلى الدنيا ونساو بانا كين وحد الخالق هو اللي خلقهم وكيسين منهم انهم يعبدوه ويترجوه هو كمع الله اول حاجة خسي بدى بها الانسان وهو خسي يعرف الله سبحانه هو تعالى يعرف الله يعرفك وخسك تصلي ودهو مع السلا ماشي مثلا تصلي نهار وتقول خسني النتيجة غداسة انا صليت البارح والله ما اعطاني والو ما زال ما اعطاني التشيح هجا كتغلس في القوام عشي واحد كيدر المسكولاسي وكيتريني الحديد وعنده فورما زوينة وكيكون قلس حداك وكتسول وكتقول له الفورما ديالك زوينة كيف جدرتي توصلتي لهذه النتيجة هذه ما كيقول لك شتريني تنهار ثلاث ولا أربع نتفي الصباح والقتراسي يقول لك خدمت أخويا وهذا وتابرت عليها وخدمت واحد نقوله عامين وانا كان خدم ديما لانتريني وكان تريني ديما باش وصلت لهذا الفورما اللي كتشوفني انا دابا بها انا خدمت عليها اخي عامين وانا كان نخدم عليها يعني الصلاة خسك الدوم عليها خسك بدا تصلي ديما وديما تكون موضي باش يبعدو منك الشاياتين إلا بغيتي التمار حيث الله كيرزقك ولكن خسو يشوفك بعد انت يا أشنك تدير تجاو سبحانه وتعالى يعرف الله يعرفك واش انت ما كترجعش قال الله ما كتعرفوش وبغيتي أن الحياة ديالك تكون مستقيمة ويكون عندك الرزق وتكون باخير في حياتك وتكون ساعد في حياتك ما يمكنش خسك تعرف الله تنسى الدنيا تنسىها قاع فخطراء بحليلا ما كينش الدنيا فكر غير فالله سبحانه وتعالى تعبود أنا منين كان نقول لك نسى الدنيا ماشي كان نقول لك زعما ما تخدمت ديرتا شي حاجة ما كان قصدش به هاد الشي هادا نسى الدنيا سوفو ديغ أنا كان نقول لك خسك تنسى طاموع الدنيا طمع طمع ديال الدنيا الكماليات وذك شي اللي كتهدر عليه دي مع الفراري شوف هادا كبطون وبيل شوف هادا كداء خسنين دير خسك تنسى هاد المسائلة هاد لابغيت تزيد لقدامه وتافونسي خسك تنع للشيطان وتودى وتمشي للجامع وتعبد وتقراش يشوية ديال القرآن وفاش تجي من الخدمة ديالك تودى وصلي وحاول ما يمكن تصلي المغرب مع الناس في الجامع مع الجامعة وتطلب من الله سبحانه وتعالى وإلا أنت في السبعة غادي الخدمة صلي دوزل الجامع صلي وصلي اللي خدمة ديالك وغادي تشوف العجاب بعينك غادي تشوف التمار غادي تبدأ تقطف التمار ولكن من بعد واحد المدة لأن ربي سبحانه وتعالى قل لك إن الله مع الصابيرين إذا صبروا الله قالها ما شي أنا اللي قلتها ربي واللي قالها يعني ما ما قال إلا واتش هادرها كاين وفعلا الناس اللي كيصبروا وكيصليوا باستمرار وكي تعبدوا راهم كيوصلوا النتيجة اللي بغاو في الحياة خير الكلام ما قال لا وادل أظن أن قلت ما فيه الكفاية الله يهدي ما خلق يا رب العالمين والله يهدي الجامع كنت من ليلة سعيدة للجامع إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب اشتركوا في القناة